اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخوتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في حلقة جديدة من حلقات القرآن الامريكية وكما عودناكم يعني دائما عندما يكون هناك موضوع يعني موضوع الساعة نحاول ان نتطرق من خلال الفيديوهات والحلقات الى يعني التحدث ومنقشة هذا الموضوع فموضوع هذه الحلقة كما يعني لحظ الجميع وشاهد الجميع وقرأ الجميع ان كان هناك يعني واحد تم تمرير واحد قانون واحد مشروع قانون اللي هو يعني فيه بزاف ديال النقاط وبزاف ديال مجموعة من النقاط ومجموعة من الاشياء اللي هي في صالح يعني المواطن الامريكي بصفة خاصة وصالح ومهم جدا بالنسبة للمهاجرين المقبلين على الهجرة الى الولايات المتحدة الامريكية او بالاحرى المهاجرين الذين هم متواجدون في الولايات المتحدة الامريكية فهذا المشروع اللي هو مشروع قانون يعني اعادة يعني البناء الافضل اللي هو اللي معروف با ثلاثة بي يعني بي 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 بيلد باك بيتر بيلد باك بيتر ما محتوى هدا القانون اذا سوف احاول اه يعني انا اقرأ اقرأ عليكم يعني محتوى هاد القانون اللي هو كما قلت في البداية هو يعني في صالح المواطن الامريكي والمواطن الامريكي لا يعني يعني بصفتي هو امريكي يعني حامل جنسية امريكية فالمواطنين الاغلبية اللي هم هنا في امريكا هناك مواطنين أمريكان ومواطنين يعني غير أمريكان هم مهاجرون يعني من مختلف دول العالم مقيمون هنا بالولايات المتحدة الأمريكية منهم من هو حاصل على الجنسية ومنهم من هو لم يتحصل على الجنسية بعد فيعني كما أشرت في منشور على المجموعة والصفحة ما يفيدنا إحنا كمهاجرون ما تأثير هذا المشروع على الهجرة بصفة عامة والمهاجرون بصفة خاصة إذن كما لاحظت الجميع سوف أقرأ لكم بعض المميزات هذا المشروع إذن يحتوي قانون إعادة البناء الأفضل والذي يسمى البي بي بي بيلت باك بيتر الذي تبلغ قيمته حوالي 2 تريليون دولار والذي أقره مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة إذن اليوم هذا مجلس النواب أقره وتم تمرله إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه وبالتالي عند مصادقته من مجلس النواب ومجلس الشيوخ سوف يمرر إلى الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليصادق عليه ويصبح قانون رسمي يمكن التدول به قلت الذي أقره مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة على العديد من العناصر التي تهم محاسبين القانونيين وعملائهم وأرباب عملهم تتناول هذه المقالة أحكاما غير ضريبية تغطي في هذا المشروع القانون مادة منفاصلة عددا لا يحصى من البنود المتعلقة بالدرائي في مشروع القانون كانت تصويت على مشروع القانون اللي هو مئتين وثلتاش مئتين وعشرين جاء إقرار مجلس النواب لقانون بي 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 بعد شهر من المفاوضات بين الديمقراطيين المعتدلين وتقدميين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي كانت رئيسة مجلس النواب اللي هي نانسي بيلوسي ديمقراطية من كاليفورنيا تأمل في أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون في خمسة نواب يعني كانت القانون أصدر أو كانت محدثة فيه من قبل لكن يعني حانت ساعة وحانت الوقت للتصويت عليه لكن هذه الخطط ألغيت عندما قال العديد من الديمقراطيين المعتدلين إنهم لن يصوتوا على مشروع القانون حتى يصدر مكتب الميزانية بالكونغريس مسؤوله مسؤوله تقدير تأثير على العجز الأمريكي عفوا تم انتهاء يوم الخامس من تقدير البنك المركزي العماني بشأن مشروع القانون الذي يضيف 160 مليال دولار إلى العجز على مدى 10 سنوات يحال مشروع القانون الآن إلى مجلس سيوخ الأمريكي حيث من المتوقع أن يخضع لأسبوعين من التقييم لتحديد ما إذا كانت جميع أحكام مشروع القانون مؤهلة لتمريلها من خلال عمليات تسويات الميزانية تسمح المصالحة بتمريل بعض المشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية بأقل من 51 صوت وتجنب الوقف من قبل مماطرة الأمر يتطلب ستين صوتا للانتهاء كما يعرف الجامع هناك مجلس النواب ومجلس سيوخ فمجلس سيوخ إذا كانت تصويت 50-50 فيكون يعني حق لنائبة الرئيس تصويت وبالتالي كيصبح 51 مقابلة 50 وبالتالي سوف يعني يمرر القانون إذن يتم تقسيم مقاعد مجلس سيوخ 50-50 بين الديمقراطيين والجمهوريين ويمثل رئيس الغرفة نائب الرئيس كامالا هاريس تصويت الفاصل لقد تم توحيد الجمهوريين ضد ما ترك الديمقراطيين مع عمل روتيني لسياغة هذا القانون BBB قانون شريعات التي تلتزم بقواعد المصالحة ويكون مستساغا لجميع أعضاء مجلس الشيوخ 50 من غير المرجح أن يلفت الشريع من مجلسي مجلس الشيوخ بشكله الحالي حيث أخبار يوم الخميس أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم هذا المشروع فمن بين يعني بعجلة من بين الأساسيات ولا الأهداف ولا النقاط المهمة لهذا المشروع كان هناك يعني إجازة عامة مدفوعة مدفوعة الأجر يعني كل مواطنين الأمريكيين العمال الذين يشتغلون لأنتم تعرفون أن العمال منهم الأكثر يمهاجرون من دول أخرى ومنهم الأمريكان فهذا المشروع يحمل واحد الإجازة وهي مدفوعة دي الأربع أسابيع يعني من حقهم هذا الإجازة البيبي في أحد أهم أحكامه وأكثرها إثارة للجدل سوفر قانون هذا البيبيبي لجميع العمال الأمريكيين إجازة مدفوعة الأجر لأول مرة على وجه التحديد يضمن مشروع القانون أربعة أسابيع إجازة مدفوعة الأجر لجميع العمال الذين هم أهباء جدد التعامل مع حالتهم الطبية الخطيرة أو بحاجة إلى إجازة لرعاية شخص عزيز لديه مشكلة طبية خطيرة إذن هذا يعني كما يقول الحكومة الأمريكية أو أمريكا بصفة عامة هذا القانون ماذا يخول لك أنت كعامل سواء كنت مواطن أمريكي أو مهاجر مقيم هنا يعني بوثائق يعني قانونيا فلديك الحق في هذه الإجازة المدفوعة يعني لكي لا أطل الفيديو هناك أيضا استثمارات الأعمال الصغيرة حوالي خمسة مليار دولار لتمويل هذه الشركات يتضمن هذا القانون هذا بحوالي خمسة مليار دولار لتمويل شركة يعني صغرى كذلك أحكام أخرى متعلقة بالأعمال يعني يستثمر هذا حوالي تلتمية وتتعين مليار دولار لتمويل برنامج ما يسمى آآ قبل رياض الأطفال الشاملة لجميع الأطفال الذين تتروحوا أعمالهم بين الثلاثة وأربع سنوات ولتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال بأسعار معقولة يعني هنا هذا القانون هذا عوداني يعطي حق لرعاية آآ لرعاية آآ جيدة وآآ يعني أفضل بكذلك بالنسبة للمهاجرين ولا بالنسبة للقادمين يعني عبر الهجرة أو عبر يعني مختلف التأشيرات أو بالنسبة للمواطنين الذين هم مقيمون هنا ب بأمريكا آآ أحكام أخرى يعني آآ يعني هناك نقاط كثيرة إذن أنا أعطيتكم يعني غير اختصار لأهم آآ نقاط ديال هذا المشروع هذا ولكن ما يدا يعني ماذا آآ ما هو تأثير هذا القانون على المهاجرين المتفاعة هذا ما يهمونه وهذا ما يهمه آآ لا أصحاب القرعة لا أصحاب لمشمل لا أصحاب الفيزا السياحة تأشيرة السياحة آآ زاواج إلى غير ذلك فهذا القانون وأنا كما قلتها في فيديوهات سابقة إذا إذا تذكرون أنه آآ رئيس بايدن هو دائما في صف المهاجرين ويدعمه بشكل كبير يعني المهاجرين ويعني آآ يوفي سوف يوفي آآ بعهده بتسوية أوضاع المهاجرين هنا بأمريكا. عكس الرئيس سابق آآ ترامب أنه كان يعني ضد استقطاب المهاجرين جدود وضد الهجرة إلى غير ذلك وانتم تعرفونه هذا وهو ما كان السبب يعني في وقف آآ تأشيرات وتماطول وتأخير إلى غير ذلك. لكن مع الرئيس بايدن الحمد لله ومع هذا القانون سوف يوفر يعني أشياء آآ جميلة جدا ويعني لصالح المهاجرين من بينها. كما قلت في في فيديوهات سابقة. أنتم تعرفون أن هنا بالولايات المتحدة الأمريكية هناك مقيمون غير شرعيون بأمريكا. وهناك يعني دوي لمش شمل لازالوا ينتظرون يعني ملفاتهم لسنوات. كان عشر سنوات خمسة عشر سنة اثنى عشر تمان سنوات. ولم يعني يدرس الملف. وهناك يعني ملفات القرعة الأمريكية التي لازالت يعني عالقة في القنصوليات وعالقة في مكتب كينتاكي اللي هي الفين وعشرين والفين واحد وعشرين. يعني يجب الأخذ بالعين الاعتبار هذه الملفات. إذن هنا هذا هذا المشروع هذا يعني سوف هذه الملفات كاملا سوف تعطي لها يعني الأسبقية وسوف تدرس يعني آآ بقدر الإمكان. وكذلك المهاجرين المقيمون هنا بالولايات المتحدة الأمريكية سوف يعني يتم يعني تسوية ووضعيتهم وأوضاعهم المتعلقة لا بالوتائق لا بالرعاية الصحية لا بالدراسة ديال الأبناء لا بالتطبيب ديال أبناء ديالهم لا بصفة عامة يعني بدون استثناء سواء كنت عربي كنت من الميكسي كنت من من دول اللاتينية إلى غير ذلك. ما دمت أنت مواطن مهاجر هنا بالولايات المتحدة الأمريكية سوف يعني آآ يتم تسوية وضعك وهذا المشروع هو من سيدعم هذه الأشياء لأنه قد مهمة جدا وهذا المشروع يعني تم يعني كانت المناقشة فيه هو الدراسة يعني المشاورات فيه في آآ يعني أشهر سابقة ولكن يعني حان الوقت كما أقولها دائما كل شيء وقته وكل شيء يعني موضوعه ومكانه فالآن آآ هذا يبشر أن الملفات التي لازلت عالقة إن شاء الله سوف يكون لها يعني آآ حل وسوف تدرس ولن تبقى يعني الملفات متراكمة في القنصليات وسوف يكون تسريع هنا الملفات وهذا آآ ما يدل عن شيء إنما يدل على أن الملفات ديالها الفين واثنين وعشرين ولا ان شاء الله الفين وثلاثة وعشرين لن يكون هناك ثابتة أي مشكل بإذن الله سوف تدرس جميع الملفات بإذن الله آآ صراحة يعني سيبقى سؤال هو يعني هل آآ يعني عدد تأشيرات المسموح بها كل سنة سوف تأخذ بعين الاعتبار يعني كاملة يعني أقصد الخمسة وخمسون ألف تأشيرة أم لا هذا سيبقى يعني سؤال مطروح ويبقى يعني القرار من قبل كينتاكي ومن قبل كذلك الوزارة الخارجية على آآ على أن يصدروا قدر الإمكان عدد كبير قدر الإمكان من التأشيرات لهذا السنة الفين واثنين وعشرين وكذلك الالفين وعشرين والفين واثنين وعشرين لما لا ان شاء الله آآ كما أصدر القاضي قراره نتمنى أنه يتم دراسة هذه الملفات هذو اللي آآ تم يعني الحكم بحفظها ومعالجتها يعني في المستقبل ولما لا سوف يتم دراسة ملفات الأخرى اللي هي آآ يعني هناك فائزون لازلوا ينتظرون حل لملفهم ولازال عالقا إما آآ هنا بالمكتب الوطني التأشيرات أو بالقنصليات إلى غير ذلك فكما قلت آآ هذا ما يهم بالأحرى آآ العمال الأمريكيين أو المواطن الأمريكي سواء كان مقيما يعني شرعيا أو غير شرعيا سوف يتم يعني تسوية وضعيتهم وكذلك وضعية الآباء وكذلك يعني هناك مزايا يعني آآ يحملوا هذا القانون مزايا كثيرة جدا هي في صالح المواطن آآ المهاجر أو المواطن الأمريكي المقيم هنا أو المواطن المقيم غير شرعي أو المواطن المقيم قانونيا إذن كل يعني هذا العناصر هذا لهم يعني مع هذا المشروع هذا دي اه بيلت باك بيتر يعني اه سوف اسم على مسمى يعني اعادة البناء الافضل يعني اي واحد عنده شي مشكل ولا او يميل في لازل عالقا والذي هي مشكل سوف يعني يقوم اه يعني سوف يكون له حل في المستقبل. اذا اخواني اخواتي هذا بخلاصة وبعجالة وبيعني تلخيص لما ورد هذا المشروع وهو انا كما قلت يعني كان نقاط اه كثيرة جدا يحملوا هذا المشروع ولكن انا اخصص يعني بعض نقاط هي مهمة فالمقبلين ان شاء الله لن لهما الاشخاص الذين هم هنا بامريكا يعني سواء مقيمون شرعيون او غير شرعيون سوف يعني اه يعني ملفاتهم مثلا الاشخاص الذين الذين هم لمشم الوزالة وينتظرون يعني استقطاب عائلتهم زوجاتهم ابناؤهم سوف يعني تدرس ملفاتهم الاشخاص الذين يعني هم مقيمون غير شرعيون فسوف اه تعالج ملفاتهم كذلك وتسويس وضعيتهم اه حيث سوف يعني يعني يتحصلون على الوثائق الرسمية وكذلك يتحصلون على اه التئبين الصحي والاه وتطبيب الى غير ذلك وكذلك المقيمون يعني الذين سوف يأتون عن طريق القرعة كذلك سوف يكون هناك تسهيلات في دراسة الملفاتهم واتمنى اتمنى صراحة وشخصيا ان يتم دراسة الملفات يعني بالكامل ولن يكون هناك اي ملف اه يبقى عالقا سواء في المركز الوطني التأشيرات او في القنصليات او الى غير ذلك فاتمنى ان تكون يعني هذه المعلومة مفيدة فاضطريت لان موضوع مهم جدا في لصالح المهاجرين وان شاء الله اتمنى اخوان اخواتي خاصة لا الفينilde ولا الفين اتنين والعشرين ولا الفين واحد وعشرين اتمنى رجاءا وتحلوا بالصبر ويعني تفاعلوا خيرا لان الحمد هذا هنل المواطن الامريكي ولا نحن كمهاجرون اه متفائلون جدا بالرئيس جديد له ورئيس بايدن يعني اه ما معه الا الخير ولا يفكر إلا في يعني تطوير الاقتصاد الأمريكي وتطوير يد العاملة هنا في أمريكي وبالتالي حماية أمريكا وبالتالي تطوير أمريكا بصفة عامة إذن هذا كل ما يحمل هذا القانون اللي هو قانون بي 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 فأتمنى التوفيق لجميع إن شاء الله ولنا يعني عودة في فيديو لاحق إن شاء الله بموضوع جديد ورجاء لمن لديه أي يعني موضوع سوف يعني تحبون أن نتطرق من خلاله على القناة فالمرجو طرحه يعني في تعليق أو مرسلته في المجموعة أو صفحة أو يعني تركه تعليق في المجموعة منشور مثلا أخ كمال المرجو يعني تحدث على هذا الموضوع لأن صراحة مواضيع كثيرة ولكن يعني أحب أن تطرق لموضوع يعني الساعة وموضوع الذي هم المهاجرين الذين هم بصدد يعني القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في القربي العاجل لكي يكونوا دائما على طلاع بالجديد وما هو يعني مستجد فإلى هنا كمال يحييكم لا تنسونا بالدعاء وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة